حضرك عارف الأطفال في السن اللي هو صغير ده بيحب قاوي الوجبات السريعة بيرجر بقى بطاطس شيبس مش عارف ايه الحاجات دي إزاي نقدر ناخده من هنا نحطه في الناحية بتاعة الأكل الصحي اللي هو بالنسباله ما هواش يعني مغري بالنسباله يعني هو عايزة قوة شخصية من الأم آه هنا نرجع للضرب لا على العكس الضرب ما هواش الوسيلة خالص هي قوة الشخصية هو ده اللي عندنا ومعندناش غيره وده اللي هيتاكل بهدوء شديد جدا من غير من زعق من غير من عنف وممكن مرة من المرات ما يكونش وجبة فطار ونمنع الأكل خالص ويبقى في الوجبة اللي بعدها نفس الأكل اللي ترفض في الوجبة اللي قبلها هو اللي بتحط القصة في النهاية أننا لازم أفرد شخصيتي على الطفل ومش الطفل اللي يفرد شخصيتي عليه ودي برضو عملية ديناميكية من صغر الطفل ما تتبنيش على طول والطفل كبير مش والطفل كبير أحاول فيها ده لازم أن الطفل عنده سنة أبتدي لا هو بيعيط علشان يفتح الباب ده والباب ده بتاع الفرن اللي هيلسعه أحاول بالراحة كده أحط إيده على الفرن أفهمه أن ده سخن وهو مش سخن قوي أنا مسخنه حاجة خفيفة عشان أحسسه بس بالخطر إنما مصر لا وهاخده واخرق برا شخصيتي لازم تفرض على شخصية الطفل مش العكس وكمان ما حسسش الطفل إنه هو بيعمل لي جميل إنه بيأكل دي مهمة جدا لأن دايماً الأمة بتحسس الطفل ده أنت لو كانت ده أنا هبقى في منتهى السعادة وإنها شوية فالطفل بعد شوية ما هالأمة مش ممكن هتديله كل الطلبات اللي بيطلبها مجابة مش ممكن فبعد شوية هيبقى عاوز آه أنت منعتي عني كذا طب أنا هعوض في إيه إيه أكتر حاجة أنت مبسوطة إن أنا بعملها إن أنا بأكل طب مش هيكل آه عقاب عقاب للأم هي مش حسب ده فالطفل ما بيأكلش خلاص ما تأكلش تقول له ما يأكلش لازم مرات لازم مرات يبقى فيها خلاص ما تأكلش تحور لازم هيجي تاني إيه يتسحب كده قل لها طب أنا إيه مش على طول نتحكش على حضرتك برضو أطفال عن دهم سنة عند كبيرة مش على طول أسكية وأسكية بس بالوقت مرة على التانية على التالتة طيب هل نمنع منع نهائي الوجبات السريعة ولا ممكن يكون فيه يعني نعمل نفسنا مش ناخدين بالنا ونمشي حاجة لا لازم لأن ده موجود وإعلاناته موجودة والزملاء بس يبقى مقنن بس يبقى مقنن يعني لو خدناها مرة في الأسبوع يبقى حلو أولي ومع هذه الوجبة ببقى حطت فكهة حطت حاجة من الخضروات الطازة بحيث أنها دي تشيل دي ومرة في الأسبوع ما تبقاش ده الوجبات اليومية ومش في المدرسة دهون في المدرسة تقيلة فهضمها الطفل هياخد الوجبة الدهنية في المدرسة هيروح عشان يهضمها هيبقى قاعد خملان ومش مركز لازم يكون وجبات سريعة للهضم يعني والسكريات الكتير غلط لأنه برضو أتفضل تحركوا ما فيش مانع يبقى فيه حاجة صندوش مربة حاجة خفيفة إنما السكريات الكتيرة هيبقى هو عنده طاقة أعلى لأن الطاقة اللي بتخرج من السكريات بتخرج بسرعة فلو خد حاجة خلال ساعة هيكون عاوز يقف يتنطط كتير عشان خطر يفئد الطاقة اللي خدها من السكريات فنقلل السكريات على قد ما نقضي بالذات في المدرسة